الكرام حيث ينظم فريق بودكاست أرابية بالاشتراك مع الوكالة الجزائرية للإنشاع الثقافي كاستينغ لمسابقة قصيدة كليب وذلك بأربع ولايات جزائرية هي قلمة الجلفة الجزائر العاصمة مستغانة ويسمح هذا الكاستينغ لجميع الشعار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 سنة بالمشاركة في هذه المسابقة التي ستستمر على عدة مراحل تشمل تصفيات الأولى ومرحلة التكوين ثم المرحلة النهائية التي ستختتم بمناسبة الاحتفال بيوم العالم 16 أفريل ليتسلم الفائز الجائزة المقدرة بـ 50 مليون سنتيم إضافة إلى توقيع عقد إنتاج لفيديو كليب محترف لإحدى قصائده إلى شيء من المسرح مشاهدين الكرام حيث أبت الفرقة المسرحية التونسية دوخة بتسجيل مشاركتها خلال طبعة التاسعة لفعاليات المسرح العربي بنص ثورة الشعب التونسي لسنة 2011 من تأليف خريجة المعهد العالي للفن المسرحي بتونس زهر زموري حيث أصرت المخرجة بنقل ما عشته تونس خلال تلك الفترة والعديد من التساؤلات حول ما حدث فعلا في بلادها من ثورة شعبية ذلك بالتعبير عن طريقتها المسرحية الخاصة فوق الخشبة مايكروفون الاسم حالة فماش إيجابات حاضرة مربوطة بالمفهوم معناها المسطح البسيط ديجا أحنا نتسألوا على مفهوم الثورة معناها فمسوا إيه الواضح وصريحة ندرى اللي صار ثورة أو ولا فرتيجة كهو احنا نتسألوا احنا نطرحوا في مجموعة من الأسئلة وبالتفاعل معاكم وعلي يتفرجوا معاهم وبالتفاعل فكري معناها يكون نقدي نخلطوا مع بعضنا بش نحدوا المفاهيم دونك معناش الإيجابة اللي يسر واضحة احنا نطرح السؤال معنا زعم اللي صار شنوه الإنسان هو شقاعد يعمل في الدنيا هذي علاش موجود كيفاش يزمو يتصرف هذي هاي التساؤلات ماهيش فماش رسالة خاصة ولا نظرة خاصة للثورة ولا تفسير للي صار في تونس أكثر من أنه تكون التساؤلات